اشتركوا في القناة طبعا تحل الأمر اللي كنت تطرحي الآن هو المتعلق بهذه الحالة ديال الشلل اللي عرفاته مجموع المحاكم المملكة شنو اللي وقع بالضبط؟ اللي وقع هو أنه نزلت يعني واحد دورية تولاتية موقع فيها وزير العدل ورئيس المنتدى بالمجلس الأعلى السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة تنزل إلزامية الإدلاء بجوز التلقيح من أجل الولوج إلى حاكم المملكة وهذه الدورية بغض النظر على تناقضاتها وعدم قانونيتها وكذا لم تشرك التمتيلية الوطنية أو الهيئات السبعة عشر في اتخاذ هذا القرار الذي يعني أسرة الدفاع والذي يعني العدالة بصفتي النعام ما بحكم أن المحامون والقضاة صنع للعدالة لذلك كان هناك خلل في المقاربة التشاركية من أجل تنزيل التدابير اللازمة الوقائية في محاكم الملكة ولكن بهذه الطريقة تسببت هذه الدورية في عرقلة السير العادي للمرفق العام للعدالة كركيزة أساسية ومحوارية في كل الدول الديمقراطية ودول الحق والقانون هذا من حيث الشكل يعني لم تتم استشارتكم لم تتم استشارتنا وهناك إشكالية أخرى الإشكال القانوني هو أولا مسألة الاختصاص بمعنى كيف يعقل أن رئيس منتذب السلطة القضائية الذي يمثل رسميا القضاء كمؤسسة دستورية يوقع على الدورية تقوم بتنزيل بسيط لتدبير وقائي ذلك التدبير الوقائي هو قرار إداري وذلك القرار الإداري قد يكون أحد المتقاضين أو من لهم الصفة كمؤسسة وكأفراد وكذا من أجل الطعن فيه أمام القضاء الإداري أو هيئة مختصة أخرى اليوم رئيس المنتذب السلطة القضائية بمعنى يقول قوله في قانونية هذا التدبير غدا لما يكون أحد المتقاضين أو من لهم الصفة أو من لهم المصلحة في انتقاد أو المطالبة بإلغاء تدبير معين غاد يلقى أن القضاء لدى القضاء وممتلين الرسميين والدستوريين للقضاء وقعوا دورية من أجل تنزيل ذلك التدبير الذي ما زال محل نقاش قانوني قانوني كيسمح لكم أنكم تقاضون وتنازعون في قانونية هذا التدبير لا تشكيك على الاستقلالية القضاء لأنها الدورية كيف يعقل أن السلطة القضائية توقع مع السلطة التنفيذية تدبيرا وقائيا إداريا ماديا لولوج من عدمه لمرفقين عمومي أولا مسألة خلط الصلاة بحيث الدستور يتكلم على فصل الصلاة رغم أنه يتكلم على تعاون الصلاة ولكن لما تخلط السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية والسلطة القضائية قد يطلب منها أنها تحكم وأنها تقول رأيها وتقول قولها في قانونية التدبير الويقائي لو جواز الصحي فاستبقت القول في قانونية هذا الجواز الصحي وذهبت إلى الدخول في تفاصيل تدبيره في جدران المحاكم هذا ليس من اختصاصها نعم من اختصاص سلطة التنفيذية وعلينا نحن كمحامين أن نندد بنجاعة وبقانونية هذا التدبير ولكن لما تكون السلطة القضائية تدخل في هذه الزحمة وفي هذه التفاصيل هذا لا يمكن أن يقبله الدفاع ولا سيما أن نحن كمكتب جمعية اجتمعنا مع المؤسسة الدستورية المذكورة وذهبنا بخلاصات وقرارات جيدة جدا لأولها هو إرصاء المقاربة التشاركية بين الدفاع والقضاء نجي وعنا في أسبوع من بعد وعصرة أيام نتفاجأ بدورية لابتشركنا في هذه المسلسة كين واحد ما يسمى الجنة التولاتية هناك الجنة التولاتية لماذا غابت هذه الجنة التولاتية عن استياغتها هناك آليات قديمة وهناك تأكيد على هذه الآليات وهناك آليات جديدة وهناك قرارات في وضع آليات للتحاور في مدد زمنية معينة مع المؤسسة الدستورية والدفاع وهناك الجنة التي على مستوى كل محكمة مع الهيئة المختصة وإلى آخره لذلك نتفاجأ على أن تمت هناك إيرادة مبيتة ونية واضحة في إقصاء الدفاع من هذا القرار ومن هذا التدبير وقد أتساءل وأنا لا أنطق بإسم أي مؤسسة أتكلمك محامي مستقل أتساءل على نية الفرقاء في إخراج الدفاع وإخراج المحامين من اتخاذ هذه القرارات بما فيه عرقالة للمرفق العام وعرقالة لسير العادي للعادلة لذلك هناك استفهام حول نية الفرقاء التي نوقع الدورية في إقصاء المحامين لذلك قد يدخل هذا الإقصاء طبعا في منهجيتين وميكانيزم قد يضع المحامات تحت المجهر وهذه الآلية وهذه المقاربة تبدو أنها بدأت منذ سنين عدة لتطويق القوة والسلطة المعنوية والسلطة الموازية للمحامات والسلطة الموازية للسلطة الأتمارية للمؤسسات الدستورية وهذا طبعا فيه انضار لمن يهمون الأمر كيف ترون هذا؟ شنو الأثر دي لهذه المحاولة في تقزيم المحامين؟ شنو الأثر دي له؟ شنو معالم أو رهاصات كتبها لكم من غير هذا الأمر دي الجوة الصحي؟ هناك مشكلة في درائب، مشكلة في تشريعات قانونية، اختصاصة المحامين التشريعات فعلا هناك قرائن على أن هناك إرادة في الغتيال الرمزي لمهنة المحامات كما قام بذلك الصناعة التلفازية والإشعاء وحتى الإعلام انخرط في ذلك في تحقير وتقزيم رجال التعليم بعد ذلك رجال التعليم العالي بعد ذلك الصحافة اليوم نرى كيف أن المحامات عرضة لتقزيم يعني أوديو فيزيويل أو سمعي بصري من خلال أفلام من خلال مسلسلات محلية طبعا السينما الأمريكية والأوروبية وتشيد بمهنة المحامات وتضعها تاج فوق رؤوس الضمائر ولكن هنا نرى مسلسلات في رمضان ونرى أفلام ونرى بعض الإنتاجات الرديئة التي تدخل في الرداءة العامة التي تبتدئ بالبيدلة المحامات وتبتدئ بالمحامين من أجل تقزيمهم وتبخيصهم لدى الرأي العام كذلك هناك مباظرات متعددة لعل تضييق على هيئة الدفاع في بعض الملفات الحساسة أو عدم إشراكهم لا الآخر مثال هو أن عدم إشراك هيئة المحامين بالمغرب أو هيئة الرباط في تكريم أحد المسؤولين القضائيين وكذا بمعنى هناك كم من التفاصيل يجس نبض المحامين قبل الذهاب إلى الأساس ألا وهو التشريع والتشريع هنا في الأجندة الحكومي والأجندة البرلماني هناك قوانين تمس جوهر مهنة المحامات وهي قانون المهنة قانون المصطرة الجنائية قانون الجنائي قانون المصطرة المدنية جل صلاحيات التي يمتاز بها الدفاع والحصان التي يمتاز بها الدفاع تتواجد في هذه القوانين لذلك بالنسبة لخصوم الدفاع ومن أراد للدفاع أن ينعدم في مخطط للتحكم القضائي يريد إبعاد المحامات وتقزيمها وتقليصها وتقليص صلاحيتها لماذا يراد هذا التقزيم؟ ما هو هدف منه؟ الحل هو أي دولة خاصة يكون عندها قطاع دي المحامين ويبنون عدالة مستقيمة بمشروعية علمية ومشروعية مهنية وضمير مستقل ووعي مهني وكذلك سياسي كيفما كانت الخلفية الإيديولوجية لبناء عدالة ناجعة وبناء سلم اجتماعي مستدام ولكن لما نريد للقضاء وللعدالة أن تكون خارجة عن الاستقلالية وتدخل في مسلسل تحكم معين لا ليست لمن له هذه الغاية أن يكون الدفاع سلطة معنوية وسلطة يعني سلطة يقضى وسلطة تشاركية ومشاركة في صنع العدالة وفي صنع التاريخ لذلك هناك مخطط يبدو على أن هناك مسلسل لتقزيم وإقصاء هيئة الدفاع ولعل قضية التلقيح وقضية الجواصح في ولوج المحاكيم هو حلقة من حلقة هذا المسلسل الطويل ولكن لن تنطلع علينا هذه المسألة ولتذكير على أن المحامون كانوا في طالعة الانخراط في المبادرة الوطنية لمحاربة الوباء أولا بالاستثمار والمساهمة المالية في الصندوق الوطني لمحاربة كوفيد وتانيا في حملة التلقيح أنا واحد من الناس لمنقح عندي جواز صفر ولكن لن أقبل جوازت لقيح جوازت لقيح جوازت لقيح فعلا عندي جوازت لقيح ولكن لن أقبل على أن يكون الدفاع ممنوع من ولوج المحاكم ومن ليست له الصفة الضبطية في أبواب المحاكم من أمن خاص ومن عناصر القوات المساعدة ومن كده أن يداهموا المحامين وأن يطلبوا منهم معطاية شخصية المعطاية الشخصية هو عق دستوري وهناك مؤسسة دستورية تحميل معطاية الشخصية ولا يمكن أن ندلي لمن هب ودب معطايتنا الشخصية وكذلك هذا جوازت لقيح لماذا لم يعمم في كل المطاعم والساحة العامة والمقاهي وإلى أخير دارت هذه المسألة وبردات عاو تاني وكذا كان لقاو أن المحاكم مستهدفة ومن هو مستهدف ونحن اليوم في الساحة القضاءات لا يسألون عن جوازهم جوازت لقيح والمضافون أغلبهم لا يسألون من يسأل هم المحامين ويمنعون من الدخول إلى المبدأ في نظركم ما هو الحل الآن؟ الآن كان بلوكاج داخل شلل داخل المحاكم يمس بالحق التقادي يمس بسير العام العدالة يحرم أيضا الخزينة من المداخل يومية خصوصا على صعيد المحاكم تجاري الآن في نظركم ما هو الأفق وما هو الحل؟ ما كان حل توافقي؟ قال أستاذ مونير أظن أن المحامون ليسوا وراء الدورية الغير قانونية والمحامون لم يطالبوا بعسكارة المحاكم والمحامون مستهدفون هم منعوا من الولوج إلى المحاكم ليس العكس بمعنى لا يمكن المقلوبة المعادلة بين الضحية والجلال والاقتحام نقتحم ماذا؟ مكاننا الطبيعي هو المحكمة ومكاتبنا لكن في التعليل دير بعض الأحكام التي تم إرجاء النظر فيها تم التعليل بأنه تم اقتحام المحاكم هذا تعليل قضائي يبرهن على معضلة التعليلات القضائية لما قاضي يعتبر أن الدفاع مقتحما لقاعة جلسة ولما القاضي يعتبر أن الدفاع مقتحما لمحكام لأن هناك دورية إدارية أو شبه إدارية تختلط فيها الصلاة بعدم احترام الدستور والقانون فهذه معضلة معضلة في التكوين معضلة في التعاطي والتعامل مع مفهوم المحاكمة العادلة ومفهوم القضاء ومفهوم العدالة وعلى فكرة أنا لن أدخل في التعليل الخاطئ أو الكاذب أو الكذا لأنه لا ندخل فيها شيء ولكن اللي سنقول أن اعتبار أن المحامي اقتحم فضاء أو حرم المحكامة هذا يعني عار ينضاف إلى الباقي السيد مونيا وطبعا الدفاع والمحامين اليوم تلك الدورية التلاتية الغير قانونية فيها إيجابية فريدة ألا وهي أبانت وأخرجت للرأي العام واقع المهنة أنه جسم واحد موحد ضد الطغيان ومن أراد أن يجص نبض المحامين كي يعد وكي يستعد للتشريع المستقبلي من أجل ذبح المهنة اليوم رسالة موجهة لمن يهمه الأمر أن صلاحيات الدفاع وحصانة الدفاع لن نتعامل معها مقاربة محافظة من أجل يعني الحفاظ على المكتسب أمام ما يريد أن ينتزع مننا ومن صلاحياتنا بل بالعكس سوف نطالب بتوسيع صلاحيات الدفاع وتوسيع حصاناته لذلك اليوم كل الأشكال النضالية هي واردة ومصدر نقاشات داخل هائتنا وداخل جمعياتنا حتى يعني يسترجع من يهمهم الأمر صوابهم في إرجاع الحالة العادية التي يعني عرقلوها بهذه الدوريات وبتطويق المحاكم كما أننا في الدير بيديا الوذى ذو الرجاة هذه محاكم تنطق فيها الأحكام وليست بؤر للشغب أو شيء من هذا القبيل اشتركوا في القناة